الله الرحمن الرحيم ليشا نعبو ليشا نعبو صحابي حر ليشا نعبو صحابي حر ليشا نعبو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البارح كما قلنا أثرت على مقتطف من حوار أجلات قناة فرنسية اللي هي فرنس 24 المقتطف متعلق فقط بالعلاقات الجزائرية المغربية أنا حوث على هذه لامينة دولاكتون وروح تخذ في الفيسبوك كان ولو غير هذك المقتطف أنا اللي همني في المقتطف أن الخطاب تبون ما هو الخطاب المتعودين عليه بتاع الابتزاج وتاع الكلام الزايد نعم وكيف خرج هذا الخطاب بهذا الحوار ومين وشفت أنا ورأيت المقتطمات بيك شوفوا البتاقة الفيديو تاع فرنس 24 يعني فرنس 24 اللي ذات الحوار هذا والغريب لأنه بعد لما فتشنا إخوان بعثوا لي الرابط متى فرنس 24 أنه الصحاف تبودورو وقنوات العرب ما تترقوش الموضوع ومنشروش كما موالفين الحوارات اللي يذيرها تبون مع الصحف الأجنبية ما تحتموا أنه كانت كثير على ذيك اللي يحبوه دايما يجوزوش كله شوفوا 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 ولا وعدها في صحفة أجنبية الأسئلة هذه اللي تترحت شوية ما هو لكن كلامه على المغرب كان قوي يبين الشرخ كبير ما بين الموقف الموافداء به الموقف هذا والسؤال المطروح لكم طرحته هو هل تغير موقف تبون إذا كان الحوار جديد؟ والحوار ما هو جديد الحوار هذا أجريه في أربعة جويلية ألفين وعشرين يعني أقل من سنة بعد تعيين تبون في قصر المورادية سبعة شهور العجل كان عنده نظرة أخرى لعلاقات الجزائلية المغربية فعليش أقول لك من أقل تنسى الاشترافات وكوبولين اللي داروه هلو البارح عندهم غرض شغل بش يولهوا قال شوفوا الخطاب تعتبون حول المغربة وحول المغرب نحن شي عظيم واش كان يقول لكن كلام هذا رابق ديم عنده عامين أيضا وش اللي خلاها غير رأيه وش اللي خلاها غير رأيه العسكر طبعا الثانية لماذا لم يروج لهذا الخطاب من طرف العسابة يبينه يقول شوفوا احنا يا ارانا ناس ملاح المغرب هو وريده بالله فينا هو اللي عنده مشكل معنا حتى من قاله هو يعني بلطفة قال يصابلوا يبدوا انه اخواننا في المغرب هم اللي يراهم عنده مشكل معنا قالها يعني بلطفة ما قالهاش بقباحة ولا بكثار المفروض يروجوا لها هذه لانه حتى العنوان لما تضرب تحول ساعدين صعيب باش تسيب العنوان لان العنوان اللقاء هدايا ندير على فرص على العلاقات الفرنسية الجزائرية ها هو أنا شو شو أنا هذه البارحة اللي داروها الأخرين بتاع اللي تنشيون بين المغرب والجزائر ولكن اليوم شوفو هاوليك العنوان وهذا الشي طبيعي انه هذي قناة تلفازية فرنسية ها لانتخدينها علي المجيد تبون أيها الأنجيري و بعد نصيبوا فرطة والخطاب لينا ونصيبوا العنوان كلها يقول لك على باسم على نراحة للتاريخ يعني أجتبار تهدى الأمور بين فرنسا و جزائر جزائر هذا شيء يعمل مفروض الصحافة الجزائرية تتكلم على علاقات جزائرية المغربية لأنها نورية من المواطن الجزائري مواطن الجزائري مع فراسة تم النقطة هي الفيزا ومع المغرب النقطة تم هو التبادل والأخر السياحة لأنه يروح لا فيزا السياحة ومع المترجمات تقول لك بأنها قرار مهين فرنسا عامين من قبل المغرب 30 سنين قبل المغرب يفرضون الفيزا ومع المترجمات تقول لك ومع المترجمات تقول لك لا شان وكذا 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 لك هل يكتل حيوان المترجمات تقول لك سيارة فات دولان دي بورموس لقد قلت البارحة وش من فات لأنه فات وكوبا وش من فات فات دولان دي بورموس في 2020 ناشي 22 كان اخوان قالي 22 لا هي 2020 وكان تبون جديد وكان موقفو معا من مغرب ما زال ما بانت الشرق باحا لما شفنا كيفاش انتهى الليقاء نقول الريجانس دوتان بلواتر ا Bangladesh انتهى الليبوس اخوان دfredار الدولان ملك نgedually لدينا الذي رقض رقض تحدي تحدي أنا لا passionate نحن المصور ماشاء الله ماشاء الله الهكما دائمنا هي اللي كانت مصيدرة يعني ما بين الدولاتين ما بين البلدين ومن دونش بل يعني التسعيد يتكلا وشوف عن يوصلوا يقول لك مبادرة مغربية كل شيء حال شوف l'Angleterre et la France sont très c'est des relations ومن خاطق لا يوجد من خاطق مع رئيس هذا يوجد اجاب كل شيء من خاطق بسم الله بسم الله كل شيء بجلبة loginات والتحدث بجلبة كل الجلديد مهور موجود لبسائل علينا أيضًاً عديد من أمو، لا موجود أن نفسك لا نفسك بجلب البيت أمو، لا نفسك بجلب الريق لهذا السبب كان لا يسعر لا مع مالية المغرب ولا مع الشعب المغربي إليه ماذا يريد لك؟ هل تعتقدون انهم يسقطون ihnen الاستراب UCF يPP شرون الى ايستيل لكنهم ينتظرون انهم الواقع يَحلن باقي إذا يخ kimbaderا يكون المبادرة يأحبونيا ونظن باللي قادرين يأخذوا المبادرة ويأخذوها ورح يتحل المشكلة هذا كلام قالوا تبهون في أربعة جوليا 2020 هل اتخذ المغرب مبادرة لتصفيق الأجواء لحل المشكلة لغلق هذا المشكلة نهائيا 22 ملف هذا كما قال تبهون هل اتخذ المغرب مبادرة جوليا 2021 يعني عام بعد خطاب تبهون شوفوا مالك المغرب بمناسبة عيد العرش واشي يقول هل هذا مبادرة او زاد في التصعيد كما قال لك وزاد في الاخ نسمعه وإيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار ذلك أن الوضع لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبين وغير مقبولة من طرف العديد من الدول فقناعتي أن الحدود مفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه من المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراقش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ونؤوس الأموال بين دولهم وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه إدتمرات في مختلف المناسبات خاصة أنه لا فقمت الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنين وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول نحن لا نريد أن نعاتي بأحد ولا نعطي الدروس لأهال وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا أما ما يقوله البعض بأن فتح حدود لن يجب لجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة فالحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يآلون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات وبإمكان أي واحد أن يتأكد من أدم سحة هذه الإدعاءات لا سمع أن هناك جالية جزائرية تعيش في البلاد العام وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبداً من المغرب كما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يذرنا لذلك نعتبر أن أمن الجزائر واستقراره وتؤمنين تشعبها من أمن المغرب واستقراره والأكس صحيح فما يمس المغرب سيؤثر أيضاً على الجزائر لأنه ما كالجسل واحد ذلك أن المغرب والجزائر يعانيان معاً من مشاكل الهجرة والتهريب والخدمات والاتجار في البشر فالعصابات التي تقوم بذلك يعدون الحقيقي والمشترك وإذا أمننا سوياً على محاربتها سنتمكن من الحد من نشاطها وتشفيف منابئها ومن جهة أخرى سنتأسف بتوترات الإعلامية والديبلوماسية التي تألك العلاقات بين المغرب والجزائر والتي تسيء لصورة البلدين وتترك انطباعاً سلبي لاسيما في المحافل الدولية لذا ندعو إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف الذي يرضع الطاقات بلدين ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شابين فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين نجارتين إنما توأمان متقاملاً لذا أدعو فخامة الرئيس الجزائري للأمل سوياً في أقرب وقتين يراه مناسب على تطوير العلاقات الأخوية التي بناها الشابان عبر سنوات من الكفاح المشترك شابي العزيز نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنوجه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات الكوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والكوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية الرد على خطاب تبون كان مواضح وضوح الشمس أرواح نبدأ مع بعض وعيب نحن متخاصمين ونشوفوا فينا ويجب أن نغلبوا الحكمة بلس كانت تكلم عن الحكمة سي تبون يعني مبادرة جات قالك هاي يا أخوية أرواحك فضل واش كنا رد تبون تجاهل تماما لماذا؟ اليوم تأكد يعني لكن ذلك يرد على لماذا تأكد أن تبون ما هوش صاحب القرار قرار في دين العسكر العسكر ما همش حابين سياسة حسن جوار وأخوة وتبادل وفتح حدود وتنقل بيهك الحرية ما تساعدهمش لماذا؟ لأن الجزائر في تصورهم مملكة عسكرية يحكمها عساكر أميون جبانا لو جاءوا في حول ما عليه جبانا يحكمون من خلف السيطار وبالتالي اللي يحطوه في الواجهة ما يخدوهش يقرر يكون صاحب كلمة و يحطوه طرطور دمية في اليوم هذا هوش يديروها وهذا هو حال تبون اليوم تبون سبعة شهر باتا ينجي مازال فكرته نمغرب أحبابنا وخاوتنا ماشي أحبابنا خاوتنا كل ما يذكر خاوتنا ها روح ونحلو المشكل لما هو يقول يردو الأخرين خلاص بعد يوم اللي عودي يحق يقول لك اللي حقنا من نقطة لا عودة نذكر باللي يعني أيامات قليلة بعد خطاب ملك المحمد السادس في 2021 الرد على هذا الخطاب اجتماع من المجلس الأعلى للأمن لاتخاذ قرار تعسفي ضد الشعب الجزائري قولوا لي ضد الشعب الجزائري لا هو ضد الشعب المغربي ولا ضد المالك المغرب قرار تعسفي ضد الشعب الجزائري اللي أضافه إلى غلق الحدود البرية غلق الحدود الجوبية بأي حق بأي حق يا أولاد حرام تسجنه الجزائري تسجنه وتحرموه من التنقل إلى بلد الجوار إلى بلد شقيق إلى بلد يعتبر امتداد لبلده بلد ضيحت بها رخصتها رخصت شعبها عادت الجناس ترطل تعطيرها فيزا وعندنا زوج رئات اللي تنفسوا بهم بلا فيزا تونس والمغرب وعناش غالق علينا المغرب بأي حق لنقل الرد على خطاب هذا الملك جاء لغلق الحدود الجوية وقتل علاقات الدبلوماسية يعني كان يقول لك أنه بين فرنسا وشوف أولاد الحرام كان يقول لك بين فرنسا والجزائر كان دي أوي دي باطل عهاب تادي مالدم ناب الصح كان دي من الكمتاكت مع المغرب يقطع الكمتاكت يقطع العلاقات الدبلوماسية بأي سبب ما يعطيك سبب حتى لما جاءوا المريكان تجاء جون كيري قالوا ضربونا في 63 والله ينعلك ويخزيك ياتبون يا ود الحرام والعصابة اللي معاك وقعدات الدنفع فيك لقدام ضربك في 63 ضربك في 63 ياك وفرنسا شحال ضرباتك شحال ضرباتك فرنسا قرن و32 و32 سنة شحال قتلتلك شحال دمرتلك حمس معناش ملك المغرب يقول أنه في 75 ترضون بطريقة السوفية مواطنين أبرياء كانوا في ديارة ملابسة عليهم هلا سباح ربي يبعثوهم ورحوا للحدود شو كل يديرها هذه إسرائيل ما درتهاش إسرائيل ما درتهاش مع الفارسينيين درها القدافي مع توانسا في 74 لما برغيبة رفض باش يدير معها الوحدة وقد دافي سنة رفيرانس سنة يعني تشوفوا كيف يكمل الحياة ولين شي كمل حوالية الشعب يضرب فيه استهر يعني أنا هذيك النهاية نتمنىها لتبوني وشينجريح أين عم نتمنىها لهم النهاية بتاعك الدافئ تمنىها لتبوني وشينجريح هذا شو درت في الجزائر في 75 ما حد ما جاش قال لكن أنا ما سمعتش مسؤول مغريبي كان قادر يقول على ولكن لي أن ما يحبطوش المستوى ما يحبطوش المستوى تربية محمد السادس ما هيش تربية تبوني العريان الفوايو ولا شينجريح الفوايو اللي يجو يتكلم كلام تاع نساء على بارك وتاع ماش كلم هذيك الكلام الخطاب تاع لها وحدي ياما جابوا احتجوا المريكان ضربوهم أعطوهم بالكفوف قال مغرقوا في فهم كوم بارك وما لها ما تبلو كلام تاع لها لأن شوف الاخر كيش مربين ما قال مبادرة شا ها أخذ المبادرة ولكن مبادرة اللي تغلب فيها الحكمة لما تجي من عند راجل ذو أخلاق عالية ما تتوجهش الواحد فوايو عريان ولد حرام قول هاو نعود على تب ونعم ولد حرام لما قلوا ولد حرام قلكم رحوا شوفوا سينال دي المصفحة سينال دي في فيسبوك يوميا يوميا يزجوا بالجزائريين في السجون كل يوم كل يوم يدخلوا في الناس السجون ظلما وبهتانا الظلم حرام والذي يرتكب الحرام ولد حرام هذا هو حال تبون والعسابة ليحضر لأنه هما يديروا يمركب عليه ويرخيص يقبل يمركب عليه ولما نقول يرخيص ويرخيص ويرخيص ينسي يجب نستفهم أنني أصفه بالوصف أنني يستهل كي هو كي شنقل يحكي وصفته وليس يقول عصابة عراية دي فايو دي فايو واش نيخدم انفايو ميستعرف بالقانون هاته ميستعرف بالقانون انفايو كذاب هاته مكذابين انفايو ميعرف العقلية تهدر أنها بالعقلية ما لن يجب تضرب هاته ميعرف الاحقل لن يجب هم تضرب هذا هو هذا الذي قريب دي وعليا كيفش تقول ننسنا مبادرة وقدرين يأخذ مبادرة ونطوي والملف نهائيا لما تجيك المبادرة تقول لي يتمص في القارة تجاهل وزيد تلحق تغلق علاقات ديبلوماسية وتغلق الحدود الجوية وتغلق ودير ودير تلحق بك من الرخص إلى عدم ذكر اسم المغرب في المقابلات الرياضية أخي رخصي هذا لا يشرف الجزائرين نحن الجزائرين تبروا من هذه العصابة الغبية العريانة الوسخة النتنة المجرمة نتبرع منها يا جزائرين كل جزائرين تبرع منها تلحق صحة نحن نعرف نحن نحن نعرف ونحن نعرف من المغرب قد تفعل الفتبال لتعرف ليس من فريق قال بلجيكا تقصات من كأس العالم إسبانيا خرجت من كأس العالم شكو خرجها شكو 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 شبالها دي أقل من 17 سنة نيجيريا استحوذت على اللاعب وتسجل هدف ضد مرماء وكذا منها أما فريق الخصم وجد فريق الخصم فريق الخصم ما عندوش اسمك فريق الخصم اغزمو أنا قولكم حاجة نحمدو الله والإخوان المغاربة قولوا ما نا أحمدو ربي إنه ما لوثوش اسم المغرب بذكر بذكره بألسنا ناتينا نحمدو الله والمغاربة يزيونهم يحمدو ربي إنه اسم المغرب ما تذكرش على ألسنا ناتينا عرايا في ضيوات بذكر بذكر السم المغرب ويجي نهار إن شاء الله ويلتقيوا الشعبين الجزائري والمغربي وتمحى الحدود إلى الأبد ونبنيوا مغربونا الكبير بنيوا مغربونا الكبير ونشكلوا قوى اقتصادية قوى اجتماعية قوى سياسية حي ما نكملوش على قوى عسكرية ما بناش محتاجين القوى عسكرية لأنه لما نكونوا متفاهمين في بعضانا متكتلين وبانين اقتصاد قوي ولما يغربنا ما الناس لا مشرحين يجيبونا الطيارات وميزموا علينا هلا ربي قد الخير لبلادنا ولمنطقتنا ككل ولشعوبنا ولشعبنا المغاربي ربي قد الخير ويبعد علينا أولاد الحرام ويعجل برحيل عصابة مجرمة طال الزمن أو قصر سترحل وترحل وترحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته